تظاهرات انتفاضة تشريم التي كان أحد أسبابها عدم ثقة العراقيين بالنخب الحاكمة شكلت فارقة في تاريخهم فقد تطلب إيقاف أصواتها ولو كان مؤقتا قمعا حكوميا غير مسبوق كان ذخيته المئات من الشهداء والآلاف من المصابين والمئات بين معتقلا ومخطط وارتقبت خلالها الكثير من الانتهاكات الحكومية نهيك عن اضطرار السلطات الحكومية على وقع تصاعد حدة التظاهرات إلى تقديم وعودا هي بالأصل حقوق مشروعة لكل مواطن لم تقدمها في أزمان سابقة حتى وإن كانت حتى اليوم لا تزال حبرا على ورق هذه الحقوق الموعودة التي لم تعطى بعد تتشكل من حزمة إصلاحات لتحسين الاقتصاد شملت رواتب للعاطلين عن العمل وفرص عمل لمئات آلاف العاطلين فضلا عن وعود ببناء مئات ألف وحدة سكنية راحنت الحكومة على أنها سترضي المتظاهرين وتخمد انتفاضتهم لكن ذلك لم يحدث إذ ارتفعت الكثير من الأصوات التي تدعو لتحشيدا كبير من أجل تظاهرات كبيرة خلال الأيام المقبلة علاوة على ذلك شكك الكثيرون بإمكانية رئيس الحكومة في بغداد عادل عبد المهدي ووزاراته في تحقيق هذه الوعود التي راهنوا عليها من أجل إخماد التظاهرات خبراء في الاقتصاد يؤكدون أن الحكومة زرعت في قلوب المتظاهرين التواقين لتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها أوهاما في محاولة لامتصاص غضبهم العالم فالحكومة بحاجة إلى مليارات الدولارات لتنفيذ هذه الوعود حيث أن موازنة العام المقبل تحمل في أرقامها عزا متوقعا قد يزيد على 72 تريليون دينار عراقي وضرب الخبراء مثالا على ذلك الوعد بفتح باب التطوع في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وبمعدل 44 ألف درجة وظيفية وأكدوا أن هذه الخطوة إن حصلت ستكلف الموازنة العامة للبلاد نحو 44 مليار دينار إذا محتسب راتب المنتسب الواحد بمليون دينار فقط وهذا ما لن يحصل بحسب الخبراء في الاقتصاد حزم إصلاحية تبنها البرلمان والحكومة لا تشكل سوى وعود آزفة لن يطول الزمان حتى يدرك العراقيون استحالة تحقيقها من قبل السلطات الحكومية وما يؤكد الفشل الحكومي القادم بحسب الكثير من المراقبين للأحداث في العراق أن الحكومة لم تتطرق البتة لتقليص النفقات التشغيلية ورواتب الرئاسات الثلاث والموظفين الذين يعملون في مكاتبها وحماياتها الأمر الذي كان سيوفر عليها الأموال اللازمة لتنفيذ مثل تلك الوعود لو كانت صادقة وجد ترجمة نانسي قنقر